بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطيائي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستوجبت العذبات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغذتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة لهذا سبب أبغض الخطيئة فوق كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيذك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين يا ربي وإلهي يا ربي وإلهي ترجمة نانسي قنقر المرحلة الأولى لنتأمل يسوع محكوماً عليه بالموت نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصريبك المقدس خلصت العالم شكراً يا أبتاه لقد بدأت عقارب ساعتي تقترب وتقترم بساعة الخلاص فلا عجب أن يخونني يضاس ولا أن ينكرني بطرس ولا غرابة أن أترك من تلاميذي وأعتقى الكلص وأعرف أن ذلك حدث كله لتتم كتب الأنبياء لذا مثلت أولاً أمام المجلس للمحاكمة اليهودية ثم خضعت للمحاكمة الرومانية بحضور بيلاطوس وكانت النتيجة التجنب الحكم الجائر علي وإطلاقي صراحي برأبة يا أبتاه اسمح لي بأن أقدم لك هذين الحكمين الصادرين بحقه على نية كل الأبرياء القابعين في ظلمات السجون ودياجير المنفى وإذا فقدوا حقهم من حكام الأرض كافئهم أنت بعدلك وحنانك وأسكنهم في ديارك السماوية ديار الحق والسلام أمين ارحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام نغسرها تلك الحزينة في تواجعها كمينة صادها صيف النوري لا يتوقعهم بالنساء لشعالك روح وحيبين لقلقهم ضامع المرحلة الثانية لنتأمل يسوع حاملا صليبه على منكبيه نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلست العالم غريب حكم بلاطس وعجيب انقلاب الناس إني أرأف بالأوطان التي تحكمها المصالح وأتحنن على البشر الرازحين تحت الاحتلال كم أنا مسرور بأن أحمل الصليب بعدما تحملت كل أنواع الهزئ والسخرية وكم أنا فخور بأن أحقق حلم الأنبياء وأخفف من ألم الناس ليتهم يطبعون كلماتي في أفكارهم ويتبعون خطواتي على طريق جلجلاتهم فيفهمون أن الألم هو جزء من الحياة والأمل هو كل الحياة فيارب إني أتعهد بحمل الصليب حتى النهاية مشركاً معي كل الناس الذين يعانون المتاعب والمصاعب أعددهم بقوتك واغمرهم برحمتك فتتحول معاناتهم إلى معاينة رؤياك السعيدة في مجد الخلود والسعادة آمين ارحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين الله والسلام آمين يا لي أوجع مهولا صادفا في كيب تولا أم فادنا الحبيب لا يقوم الناس في الزهر بيشعك جرحاً وحيحك في قلبهم طابعاً المرحلة الثالثة لنتأمل يسوع واقعاً تحت الصليب مرة أولى نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم كم هو خفيف حمل هذا الصليب أمام خيانتي هوذا ونكران بطرس وتخلي التلاميذ عني كم هو مريح حمل هذا الصليب أمام الحكام الذين يسخرون ضمائرهم ويستغلون شعوبهم لمآرب خاصة يا ليتهم يستثمرون ثقل صليبي ويعوا ما يعملون فيا أبتاه إني أقدم لك هذه السقطة الأولى على نية أولئك الذين بدأوا يسقطون تحت وهم البداع الشيطانية والتوجهات المنحرفة عساهم ينهضون من سقطاتهم ويرجع إليك نافدين عنهم غبار الخطيئة وقائلين لك لقد خطئنا أمام الناس وأمامك آمين ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين آباداتي موتى مرّا قد أهل القلب جهرا من جرائل ابني حبيب أن يتغلق ملق في زراح إيجعني سبحان وحيدين في قلبهم طابعا المرحلة الرابعة لنا تأمل يسوع ملتقيا بأمه الحزينة نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم شكرا لك يا أمي عما قمت به لأجلي ذقت الوجع بولادتي وعرفت الألم بتهجيري إلى مصر وعنيت الحسرى بفقدانك لي ثلاثة أيام وهانك اليوم تشاهدين خطيئة البشر وتشهدين لحب من أجلهم فيا أمي انظري إلى الذي نظر إليك بطواضع وأرسل لك روحه القدوس كي يحل نعمته على كل الذين تناسوا وساطتك وتنكروا لأمومتك واجتهدوا في تغييب دورك الخلاص ولمناسبة لقائنا على طريق الجلجلة فنطب أنا وأنتي من إلهنا وربنا أن ينير بصائر إخوتنا البشر ليعودوا عن غيهم ويستعيدوا جوهر إيمانهم ليدركوا أهمية خلاصهم ويعرفوا بما آمنوا آمين ارحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين أي قلب ليس يبكي إذ يرى العضراء تشكي حزن أحسن الموذين حزن أحسن الموذين أي قلب ليس يبكي إذ يرى العضراء تشكي وإذ يرى العضراء تشكي وإذ يرى العضراء تشكي المرحلة الخامسة لنتأمل يسوع يعينه سمعان القيرواني نسجد لك أيها المسيح ونباركك بصليبك المقدس فلست العالم شكرا لك يا قيرواني لأنك أمسكت صليبي وأجبرت لتساعدني في حمله ربي ما الذي يحصل أين الذين أطعمتهم من خيرات الأرض وأين الذين شفيتهم من أسقامهم كلهم هربوا وتهربوا من مرافقة واتباعي على طريق الألم رفقتهم في مسيرة حياتهم وترأفت على كل أثقالهم وتجاوبت مع كل نداءاتهم أنديهم الآن وأنا حامل صليبي وما من مجيب وحده القيرواني سخر ليساعدني فيا أبتي باسمي وباسمي القيرواني نطلب منك أن تأتي لنجدة كل الذين يسخرون عنوة في حمل أثقال لا يقوون عليها وأعطي مسخريهم نعمة الإهتداء ليسيروا في المسار الصحيح الآيل إلى حبك وتمجيدك أمين ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام أمين من يعطيك مرة تفكر أو بآلمها التذكر حين لا طهي حبيب أين يبغير الغم القديسة إجعني شرحة وحيد في حلبي طاطرة المرحلة السادسة لنتأمل يسوع لما مسحت وجهه القديسة فيرونيكا نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم إنه أمر عجيب حقا بعد القيروان الذي حمل صليبه خلفي تقف امرأة أمامي وتمسح وجهي شكرا لك يا فيرونيكا على ما قمت به بمبادرة خاصة منك فيا أبتاه آمل أن يقتدى بما جر لي أظهر نعمتك على أبنائك وإخوة البشر كي يقوموا بمبادرة ويلتفتوا إلهم من ناس واهتماماتهم فلا يقف عجزين ولا يتأمل متفرجين ولا ينظر لا مبالين أرمق بنظراتك كل الذين تسيل دموعهم ولا من يمسحها وتطلع إلى الذين ينؤون تحت أعباء الحياة ولا من يساندهم اجعل صورتك مطبوعة في وجوههم وكلماتك مدوية في قلوبهم فيعرفوك أنت وحدك الذي تستحق محبة كل القلوب آمين ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين من معاصي الشعب تلقى بالعذاب يا سرعة ملقى محتملا جلدا مذي المرحلة السابعة لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب للمرة الثانية نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم كم حاول إبليس أن يوقعني في شباكه ولم يفلح وكم جربني اليهود بمتاهة أسئلتهم ولم يستطيعوا وكم حاول بلاطوس استدراجه ولم أسقط وحده عبء الصليب أنهك قوايا وأسقطني ثانية ما أعذب انهيار قوى الجسد أمام سقوطي قوى الروح وما أسهل تحمل عذبات الجسد أمام متاعب النفس والضمير فيا رب تقبل سلوء عيد فيا رب تقبل سقوط الثاني تحت الصليب واجعله نهوطاً للنفوس الضعيفة وقيامة للعائلات المفككة وتحريراً للبلدان المستضعفة وتنويراً للقلوب المستعبدة والمستعبدة أمين ارحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام أمين وطاري مولوداً منها مائتاً مفروقاً عنها مرتفعاً فوق الصديق المرحلة الثامنة لنتأمل يسوع يعزي بنات أورشليم نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصديبك المقدس خلصت العالم كم أراني محرجاً أمام بنات أورشليم وهن يبكين علي إذ كان على تلاميذي وأتباعي أن يكونوا إلى جانبي فيا أخواتي بنات أورشليم إن كن تنوحون علي كما يناح على الوحيد وتبكين علي بكاء مرّاً كما يبكى على البكر لا تبكين علي بل على أنفسكنا وعلى أولادكنا نداء موجه إلى ضمير كل من كنا كي يعي إيمانه ويبكي خطيئته المتحكم فيه ليتحرر من القيود التي تكبله وتمنعه من السير وراء وصايا الرب وبقدر ما تختارون خيار التوبة والارتداد بقدر ما تكون أحراراً بسلوك طريق التطويبات فليس المهم أن تبكوا عليها بدموع العواطف والمشاعر إنما المهم أن تبقوني كذخيرة حية في ذاكرتكم وقلبكم وعقلكم وكل كيانكم آمين ارحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام أمين وكذاك ويبكوا اليون بقدر ما تكون وكذاك ويجعني جرحاك وحيدة ويقلبي وطابعاك المرحلة التاسعة لنتأمل يسوع واقعاً تحت الصليب للمرة ثالثة نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم شكراً لك أبتي إذ سمحت لي بسقوط ثالث تحت الصليب أن أنظر إلى الجلجل التي تنتظرني إلى هذا الجبل أرفع عيني وإليه تشتاق نفسي ساعدني على النهود كي أتابع مسيرتي وكما تشرفت بالولادة فقيراً بين البهائم سأموت عرياناً بين الرصين هذا فخري وهذا اعتزازي فعلى نوايا إخوتي البشر أقدم هذه السقطة الثالثة طالباً لهم عدم السقوط المتكرر في الخطيئة ومتمنياً لهم عدم السجود لحيل الشرير وأسليبه عساهم يقولون له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد أمين إرحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام أمين إن حين عروا لقلبي يشتعي بيسوع ربي صاحب الخب العزيب أن يتغلق أم القديسة يجعني جوحة وحيني في قلبي منطابعة المرحلة العاشرة لنتأمل يسوع لما عري من ثيابه وسقي خلاً ومرًا نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم ها قد وصلت إلى أرض الجلجلة شاكراً القيروان على مساعدته ومقدراً فيرونيكا على مسحها لوجه بالمنديل ومثنياً على دموع بنات أورا شليم ويبقى علي الآن أن أتبع مشروع الفداء وأخضع لأمرين مرين تجريد من ثيابي التي حاكتها أمي وأعطاء الخل والمر فيا إلهي ساعد إخوتي البشر على بذل ما بوسعهم كي يتعر من خطياهم ويلبس الحلل التي كتبتها يداك وخططها مشيئتك فيسير بموجبها وتصبح أنت لهم وحدك الطريق والحق والحياة يا أبتي ما سقيت من خل ومر أقدمه لعزتك الإلهية باسم كل إخوة الذين يعانون من ويلات الحروب وقهر الحصار والأمراض ومرار الظلم حقوق الإنسان آمين ارحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين اجعلي أمي الحزينة الجراحة الثمينة اشتركوا في القناة المرحلة الحادي عشرة اشتركوا في القناة وذراعي ممدودتان تغمران أحباء البشر ووجه المغطى بالقروح موجه صوب أبي السماوي ونظراتي البنوية تخرقوا نظرات أمي الأليمة إخوة البشر أوصيكم بما يلي اخفروا كما أنا غفرت خذوا مريم إلى بيوتكم واجعلوا حياتكم مريمية أسقوا بعضكم أسقوا بعضكم بعضا إخوة البشر أوصيكم بما يلي اخفروا كما غفرت خذوا مريم إلى بيوتكم واجعلوا حياتكم مريمية أسقوا بعضكم بعضا كؤوس الرحمة والحنان تسلموا الروح القدس وسلموا أمركم لأبي السماوي ارحمنا يا رب فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام أمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المرحلة الثانية عشرة لنتأمل يسوع مائتا على الصليب نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم هنيئا لي فقد أتت ساعتي ساعة الخلاص والفداء لأني ما جئت إلا لأخلص العالم مت على أيدي البشر عيدة هنيئا لي فقد أتت ساعتي ساعة الخلاص والفداء لأني ما جئت إلا لأخلص العالم مت على أيدي البشر لأحيا بين يدي أبي الذي في السماء لما النوح والبكاء أما كان علي أن أموت لأدخل في مجد أبي لأنه إذا رفعت من الأرض جذبت إلي الناس أجمعين ربي وإلهي أترك العالم لأذهب إليك بعد أن تممت إرادتك وعملت على تمجيدك ولأني رفضت إغراءات البشر وتطلعاتهم اضطهدوني وحكموا علي زورا وعملوا على قتلي فها أنا أجدد عهدي لك وأقدم لك قوتي آمنا أن تصبح القيامة والحياة الجديدة لكل إخوة البشر عندها نلتقي بك لأنك رب الأرباب وسيد الحياة أمين ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين رحمة الله والسلام أمين أسركيني في نحيب حينما أعليك حبيب واسرحي قلبي الكائن المرحلة الثالثة عشرة لنتأمل يسوع منزلا عن الصليب موضوعا في حضن أمه مريم نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم ولدت بين يديها المباركتين حيث لفتني بالقمطات ووضعتني في مثوت وها أنا الآن أنزل عن الصليب مائتا في حضنها لألف بالقمطات مجددا وأوضع في القبر شكرا لك يا أمي على كل ما قمت به لأجلي لقد ولدتني في مذود معد للحيوانات وقدمتني في الهيكل حيث أعلمت بالسيف الذي سيخرق قلبك وأمضيت ثلاثة أيام تفتشين علي بين الأقارب ورافقتني على درب الجلجلة وعاينتي وعانيتي من لم تعينه وتعانيه أم على الأرض وأخيرا شكرا لك يا أمي لأنك قبلت أن تكون أم البشرية كلها وكما كنت الوسيطة بين السماء والأرض ابقي الوسيطة بين أبناء الأرض وأهل السماء أمين ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله و السلام أمين إن حي عبداً ظليلاً أن يكون لك خليلاً ناجياً من الله أن يتغيق الملق القديسة اجعل جرحاً وحيداً في قلب من طابعاً المرحلة الرابعة عشر لنتأمل يسوع موضوعاً في القبر نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم ما قلته في الماضي وتنبأت به صار واقعاً من مذوذ البهائم إلى بطن الأرض حيث سأمكث ثلاثة أيام وثلاث ليالي شكراً لظلام الأرض الذي خي مرداً على ظلم البشر وتعنتهم شكراً لحجاب المقدس الذي انشق شطرين حداداً علي شكراً للسخور التي تصدعت اعتراضاً على موتي شكراً لتلميذي ولتلميذ يوسف الذي من بلدة الرامة الذي أخذ جسماني ولفه في كتان خارس ليضعني في قبر له جديد كان قد حفره في الصخر وأخيراً شكراً لنساء اللواتي رافقنني حتى القبر اسمحوا لي يا أبناء الأرض أن أودعكم وأن أضعكم بين يدي ربي وإلهي ربكم وإلهكم آمين ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام إذ يموت الجسم مني بلغي نفسي التمنى مجد فاتنا الحبيب أن ينتهي ألو مراحمك أن تمنح الذين يكرمون هذا الصليب المقدس مغفرة خطياهم ودخول المجد الأبدي باستحقاقات مخلصنا يسوع المسيح أمين أباناً الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطيانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجدنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئ نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في بدي والآن وعلى الدوام إلى دهر الداهرين آمين يا شعبي وصحبي أين عافدوا الأيمان أين الوفى بالخور والوعداد والرضو كالقاطي والعدو دفعتموني للهواء وما بينا اللي الصي صلتموني عوريا ترى ماذا عملي فصار هذا جزائر ترى من هم مدعين وما هجوب قضائي أما تذكرون الجميل أما تذكرون سخائي كمعالين كمسقين قد سفاه وعتينا تباركتا أيها الصليب المقدس خشبة الحياة هادم الضلال وواهب العالم الخلاص أنت راية الظفر في المعركة بك صنعت الآيات العجيبة إنك مبطل الذبائح ومتمم الأسرار بك يأتينا السلام ويحل فينا الفرح بك ترتفع الكنيسة ويصان أبناؤها بك تتقدس أجسادنا وتتنقى نفوسنا بك تمحى زلاتنا ويزيد برنا بك يدرك المؤمنون الكمال بك يتسلح الأحياء بك يستريح الراقدون بك نستضل في اليوم الآخر ومعك نسير إلى منزل الحياة ونرفع المجد إلى المسيح الكلمة الذي صلب عليك وإلى أبيه وروحه الحي القدوس الآن وكل آن إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر 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 المصدر لترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كيف أرق أوريان ولا أندباك يا ابني أو جاعاك حرقت أكبادي آلامك خرقت فؤادي كيف تحيا والدتك يا ولده بعد موتاك يا عزاء أميك وصمرتها الفريدة يا وحيد أبي وسورته المجيدة افتراقك كسك جرحتني وعذابك كحرب طعنتني اسمح لي أمود قبلا ولا أنظر أحوالا نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم دائماً وذكر ألامه المقدسة وقوتها يستقران في ضميركم ورسم صليبه الظافر ينجيكم من جميع عدائكم باسمي الآن والإبن والروح القدور ترجمة نانسي قنقر الفرضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة